بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد راجة بفيديو جديد أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بس كتير من الناس بيفهموا فاهم خاطر أول حاجة طبعا الحديث نفسه فعلا الأمر صعب جدا أن الإنسان يأتي إلى حاكم جائر يعني ظالم ويقول له اتق الله ويقول له أنه ده حرام إذا كان أنت مع المدير في شركتك وخاصة له مدير ظالم ببصعب جدا أنت تقول له الأمر ده لا يجوز والأمر ده حرام والأمر ده ظلم وده مدير شركة فبالك بالرئيس الجمهورية أو بملك من الملوك ففعلا ده من أفضل الجهاد أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر فلا يفعل ذلك إلا يعني الذين عندهم قدر كبير من الإيمان والتقو طيب اللي عايزين نقوله بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا هو اللي قال أفضل الجهاد كلمة حقا عند سلطان جائر لأن بعض الناس رابط ما بين عدم الخروج على الحاكم وما بين الأمر بالمعروف والناهي على المنكر يقولك إزاي بتقوله ما نخرجش على الحاكم مع أن القرآن والدين والسنة بتقول أؤمر بالمعروف والناهي على المنكر وإحنا بنقوله الأمر مفهومش تعارض خالص جدا أبدا ما تخرجش على الحاكم يعني لا تخرج عليه بالسلاح ولا تزيله بالقوة وده لا يجوز في الإسلام إلا أن تروا كفرا بواحا وفي نفس الوقت بنقولك لو شفت الحاكم بيعمل منكر انكر عليه بالعكس ده من أكبر القربات إلى الله أن تقول له كلمة حق ولا سيما لو كان سلطان جائر أو تقوله كلمة حق وهو سلطان جائر فما فيش تعارض إطلاقه مش معنى اللي انت متخرجش على الحاكم اللي انت تشوف المنكر وتقره أو تشوف المنكر وتسكت عليه أو تشوف المنكر ولا جزلك انكاره المنكر ينكر ولو من الحاكم بس بالضوابط بقى النبي قال إيه؟ عين ده سلطان جائر بين يدي الحاكم مش تطلع بقى تمشي في مظاهرات وتعلي صوتك وتقول مش وتقذيب الكلام وتقول كلام أصلا يعني فاحش أو محرم كلمة حق كلمة خير عين ده بينك وبينه ودي من الشجاعة يا اخوانا مش من الشجاعة اللي انا اعمل مظاهرة وتخفي واستكتير من الناس لا الشجاعة اللي انا بينه وبينه اقوله كلمة حق أنا اللي باين اهو أنا اللي واضح قدرت تعمل كده جزاك الله خير ما قدرتش مش فرض عليك لأن انت كده هتبقى مقرة غالبا ان الحاكم الظالم ده ممكن يقتلك ممكن يسجنك ممكن ينفيك من البلد أصلا فانت مش مطالب بالانكار عليه بينك وبينه بشكل واضح انكرت بقلبك يبقى انت الحمد لله في حل قدرت تنكر من غير ما يترطب عليك عقوبة يبقى هذا واجب عليك غلب على ظنك ان في عقوبة او شيء انت ما تقدرش عليه بقى ده مش واجب عليك لكن يستحب ولو عملت كده فده من افضل الجهات يبقى ما فيش تعارض ما بين عدم الخروج على الحاكم وبين الانكار على الحاكم تالت شيء عندنا احاديث فيها انكار على الحكام بشكل سري او شكل يعني مفوش علنية فيها احاديث بتظهر ان في انكار على الحاكم بشكل علني شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال والجامع بين هذه الاحاديث حسب ورود المصلحة لو لان المصلحة الانكار العلني على الحاكم بيجيب خير ويدفع الشر يجوز الانكار العلني ولو كان الانكار بدون اظهاره وبدون ما يكون علنية هو الذي يجلب الخير ويبعد الشر فهذا هو ما تحمل عليه الاحاديث اللي فيها انكار سري مش علني يبا ده موجود وده موجود حسب المصلحة والغالب طبعا في هذا الزمان بالذات ان الانكار العلني ممكن يثير الفتن ويؤجج الفتن ويعمل تضييق على الدعاة الى الله لكن لو وجد في وقت معين ان الحاكم عادي لو بيتق الله ولو حد انكر عليه بشكل علني بيلتزم بهذا الامر فلا حرج ولا بأس وبكده نجمع بينه النصوص اللي فيها انكار علني وفيها انكار بشكل غير علني اخر حاجة قال الشيخ ابن بازر رحمه الله وليس من منهج السلف الانكار على الولاة من على المنابر حيث تبقى ان الخطيب يطلع ويهيج الناس ضد الحاكم ويعمل فتن ويقول الحاكم اتق الله ومش عارف ايه ده مش منهج السلف حتى بعض الناس بيفتكروا ان ده من الشجاعة يقولك الخطيب ده شجاعة لا هو الخطيب ده متنكب عن طريق السلف لان الشجاعة الحقيقية في الالتزام بشارع الله عز وجل وشجاعة الحقيقية اللي انت تكون بينك وبين الحاكم وتقوله كلمة حق لكن لما انت تعمل هذا الامر تثير فتن وتغير الصدور تجاه ولاة الامر فده ممكن يحدث فتن في المجتمع فعايزين نشل من دماغنا تماما فكرة ان الخطيب الشجاع اللي يقول كلمة حق على المنبر لا هو هيقول كلمة حق على المنبر يقول الزنا حرام الربع حرام الحجاب فرد الصلاة فرد ده الشجاعة انما اغار صدور العامة تجاه الولاة ده مش من منهج السلف قيل لي اسامة الا تنكر على عثمان قال اما اني انكر عليه لكن لا افتح بابا فتن لا انكرش عليه علني فيتخذ الجهال دي وسيلة للخروج على عثمان وقتل عثمان وده اللي حصل فعلا الانكار العلني على عثمان واثارة الشائعات هي اللي قدت لقتل عثمان وهو الخليفة الثالث افضل ثالث صحابي بعد بكر عمر فالشجاعة مش اللي انا اقول كلمة على المنابر واعمل فتنة الشجاعة اللي انا التزم بالشرح ولذلك بعض الدول يقول لك اللي العلماء ساكتين هم مساكتين لكن هما ببنكروش علنية حسمة لمادة الفتن والفساد فكلمة تحق عندها سلطان انجير معنى انت تروح للحاكم وتنكر عليه وفي نفس الوقت لايجوز الخروج على الحاكم كما هو معتقد اهل السنة والجماعة ومش معنى انت تروح له اللي انت يعني تتخاني معاه انت ممكن تروح له فخامة الرئيس يعني اود ان اقول لك شيئا هناك امر قد لا تنتبه اليه يبقى بكلام شكل طيب اذا كان فرعون ربنا قال لموسى وهارون فقول له قول الليينة وهو فرعون اللي ادعى الالوهية والدعى الربوبية فالحاكم بتاعك ده مش هيكون اسوأ من فرعون ومع ذلك قول له قول الليينة فمش معنى انت تقول له كلمة حق اللي انت تمسك فيه ولكن تقول له كلمة حق بما يقبله المهم احنا عندنا ان المنكر يزال بالصورة اللائقة الطيبة وزيل الحمد لله ما اوزيلش بحنا قدينا اللي علينا دعموا الفيديو بشير ولايك وكمنت واشتراك في القناة واشوفكم المرة الجاية والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة